رد الفنان أحمد السعداني على الإساءات التي وجهت له من قبل بعض المتابعين بسبب ما كتبه عقب وفاة طالقاته وأم ولديه أمل سليمان مطلع شهر أغسطس 2019 أوضح السعداني أنه دوما لا يهتم بما يقوله الناس لكن بعد المنشور الأخير الذي كتبه عن أم أولاده عقب وفاتها علمة من بعض الأصدقاء أن هناك أشخاصا هاجموه وشتموه ولم يدري سبب فعلهم لذلك لأنه من المعروف أنه لا شمات في مثل هذه المواقف وكتب السعداني عبر حسابه على الفيسبوك طول عمري ما بيفرقش معايا كلام الناس وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهني مثلا أنه بيقعد يشتم الناس اللي بتجتمع وأقوله أنت بتقرأ ليه أصلا قبر دماغك عمري ما اهتميت أقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ أني ما كنتش بشوفها أو يمكن ما كانش حد بيغلط فيه الحقيقة ما عرفش الوضع كان إيه لكن بعد البسط الطويل اللي أنا كتبته لصحبة البسط حبيبتي وأم أولادي رحمة الله عليها وما كنتش مهتم أن حد يقرأه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه لقيت صحابي قالولي أن فيه ناس شتمتني استغرطت لأن اللي تربينا عليه أنه لاشا مات فيه مواقف معينة بس ما هتميتش برضو لأن اللي فيه مكفيني أساسا النهاردة بالصدفة كنت داخل أكتب تعليق على مدرب الآله الجديد بحاول أكثر حالة الجمود اللي أنا فيها والحمد لله فشلت فشل زريع إني أكثرها والفضل الناس المفروض أنهم متابعين لي المفروض برضو أنهم بيحبوني يعني أما المتابعيني ليه عشان يشتموني مثلا كلام البعض واللي أعتقد ما خدش منهم خمس ثواني كتابة الأكيد أنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير أنا لا هشتب ولا حعمل بلوك الحد ولا حقفل التعليقات أنا حرجع زي ما كنت أكتب ونزل صور لنفسي والأي حد بيحبني والأي شخص محترم حتى لو اختلف معي ومش عايز الهاري داي نسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي بشدتي وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة ولينا بالصدر والأهم أنك تشفت وانا بكتب السطر ده أني كسرت حالة الجمود فعلا الحمد لله والبوست اللي جاي هيكون عن المدرب بس شكل حظه ده لفرصة معي أشوفه في المدرب وإلى اللقاء مش قريب غالبا وده البوست اللي حطه من 16 ساعة يعني مبارح السبت 31 أغسطس نشر الفنان أحمد السعداني على حسابه الشخص على انفتجرام صورة تجمعه مع ابنه ياسين محتفلا بعيد ميلاده بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ وفاة طليقته إسرأزمة قلبية مفاجئة وكتب أحمد السعداني مداعبا ابنه غدا تصبح 8 سنوات يا يرد يا صغير هذا المنشور هو هدية عيد ميلادك ولن أقوم بدفع أي أموال أخرى ودي الصورة اللي نشرها على حسابه على انستجرام ومش هتصده كم لايك أخدها من 21 ساعة فقط مبارح يعني واخدت 176 ألف و740 لايك نشوف أسرار تانية خلوا بالكم على حبيبكم الأسوة وحشة الفنان عاد الأدهم في بداية حياته كان عايش في اسكندرية اتعرف بالصدفة على بنت يونانية حلوة اسمها ديمترا كانت بتزور واحدة صاحبتها عايشة في مصر الغريب إنه مع عقبة اختلاف الثقافات لكنهم حبوا بعض إن عاد الأدهم مع مراته ديمترا خدوا قرار الجواز ورغم معارضة أهل ديمترا في اليونان لجوازها من شخص عربي بس هي صممت وتمسكت بيه للآخر اتجوزوا عاد الأدهم رجع البيت متأخر من الشهر ولما عدته بشكل خفيف على تأخيره وإنها كانت محتاجاة جنبها عشان كانت تعبانة طول اليوم لدرجة إنها راحت للدكتور تكشف عادل طنش كلامه وتعامل معها باستهزاء ولما لقاها ما تبختش شد العيار عليها جامد وضربها بشكل آسي من غير مرعاة لإنها حامل في الشهر الرابع ضربها ودخل نام سحي ملقهاش سكت وفي حبها ليه وإنه ضمنها في جيبه مية في المية خلها يضحك على نفسه ويقناعها إنها أكيد خرجت تشتري حاجة وزمانها جاية مر اليوم وما ظهرتش اتصلت بيه صاحبتها وقالت له ما تدورش على ديمتريا تاني هي سفرت اليونان سافر وراها راح لأهلها وسألهم عليها قالولو ما نعرفش هي فين صدمة عادل كانت إنه في كل لحظة من وقت اختفائها وأثناء بحثوا عنها كان بيراجع في زون المرات اللي كان بيعملها أسوأ وهو فاهم إنها هتفضل مستحملة للأبد ما بتحبني بقى رجع لمصر بدون مراته وبدون ابنه اللي لسه ما شافش النور مرت السنين ودفن عادل أدهم نفسه في شغله شغل 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 عشان ينسى زادت شغرته تقدر تلاحظ بسهولة مسحة الحزن اللي تحت عينه أثناء تمثيل والتكشيرة اللي بقت جزء من ملامح وشه والناس فاكراها لزوم الشغل بس أصلها كان الموقف اللي علم عليه طول عمره وسبب جرح ما يتنسيش اتجوز مرة تانية من شابة صغيرة في السن رغم إنه كان بقى عجوز خلاص لكنه حاول يصلح غلطته القديمة وكان بيعملها بمنتهى الحب والتأدير بعدما استوعب الدرس بعد 25 سنة بالظبط قابل بالصفة في الغرداء صاحبت ديمتريا وعارف منها إن ديمتريا تجوزت وإنها عايشة مع جزءها وابن عادل في العنوان الفلاني في اليونات ساب كل اللي وراه وسافر هناك العجيب إن ديمتريا استقبلته كويس هي عجوزها وعزموها الغداء كان واضح إن ديمتريا مرتاحة مع جزءها وبتحبه عادل سأل نفسه ما للحب اللي كانت بتحبه اللي راح فيه معرفش يجاو وحاول يطرد حوار ديمتريا من رأسه بقى ويقنع نفسه إنها صفحة وتقفلت خلاص وإنه أساسا كان جاي عشان يشوف ابنه سأل عنه ديمتريا قالت له إنه موجود في المطعم بتاعه اللي جزءها عملهوله في العنوان الفنان وإنه ممكن يروح يشوفه من بعيد لبعيد بس ياريت بلاش يقبله ولا يعرفه بنفسه راح المطعم ومسمعش الكلام وقابل الولد وعرفه بنفسه وعرب منه عشان يحضنه وهو مش مصدق إنه شايف حتة منه قدامه بعد كل السنين دي الولد الولد حط يده بينه وبين صدر عادل عشان يمنعه ان يلمسه وقال له إنه ما يعرفش أب غير اللي رباه وكان حنين على أمه وإنه لو فيه واجب هيعمله مع عادل فحيكون إنه مش هيخليه حاسب على تمن المشروب اللي يشربه في المطعم عادل خد الصدمة ورجع على مصر والأرض مش هيلاء كلام ده كان في أواخر أيامه وبسببه دخل عادل أدام في مهوبة اكتئاب الخلاصة في أي علاقة محبة صداقة أو خب الغلاوة والمعزة ممكن يتقلب للنقيم بسبب عدم التقدير والإهمال وهنشوف حكاية أحمد السعداني ناشرة الفنان أحمد السعداني صورة تجمعه مع أولاده وطليقاته التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية مؤكدا على أنه يتحدث عن حياته الشخصية لأول مرة بعد وفاتها وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل اجتماعي الفيسبوك حيث كتب أحمد السعداني عمري ما تكلمت عن حياة الشخصية لكن حسيت أني لازم أعمل كده دلوقتي وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين أو تنفع أي حد حس أني عملت حاجة وعشار هحاول ما طولش يوم تسعة تسعة الفين وثلاثة حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس بمعهد الفنون المسرحية حيث كنت أله وأدرس برضو ما يدرش كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجليها كنت هخبط لكن حصل خير لا ما حصل خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنة خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز خلفة أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشان مؤكدا أنا زي كتير للأسف شباب ضد تحمل المسؤولية بص لنسب الطلاق وانت تفهم أنا بيجي لي ارتكارية لما بحس بالمسؤولية وهي برضو حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر ما بتنطق اسمي كانت النتيجة في اول سنة بس نحو اربع طلقات شفاهية كل الشيخ ساعتها هالولنا ده لعب عيان الطلق لي شروط زي زي جواز تمام اسكت بقى لا تعال يا عم طبق الشروط هذه اول طلقة اشت يا باشا عشت حياتك اه ارتحت لا واضف وحشتني 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 حنيتها وحبها ما تيجي نرجع يا بيت يلا بينا اوب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكارية بس المرة دي صمود مش هينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعد الجانب الاناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك وايش حياتك المشكلة اني عمري مرتحت كنت عايز حضنها وحنيتها بس كنت بأجل الربوع يمكن اكبر او اعلى او اقدر اتحمل المسؤولية بجد حددت لنفسي سن معين رجع لها فيه قال يعني هد انضقت بس ملحقتش ثم تابع ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة وما كانتش عيانة كان عندها ضغط زي اغلب الشعارة بالمصر الحمد لله ماتت ومشيت وقررت تسيبني للابد كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من كده مستحيل تحب حد غيري مداش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيرة وكانت اكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة ايجابية واختتم ماتت وثبتلي الولدين والندم انا متأكد انك في الجنة روحتي لمن خلقك يوم عرفة واميرة وست البنات والستات ونظيفة وكريمة وصمتي ولادي وبيتي بحبك يا اما الحياتي اللي تهد ربنا يقدرني وربيه محسن زي ما كنت عايزة بحبك ومش بطلب مني غير انك تسامحيني ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة دي الصورة لتجمعهم تقريبا كانوا في مصيف وهنشوف اسرار تانية للوقت مساء الجمعة 9 اغسطس 2019 المهندسة امل سليمان طليقة الفنان احمد السعداني وام اولاده بعد تعرضها لازمة قلبية حد نقلت على اسرها لاحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زيد قبل ان تلفز انفاسها الاخيرة هناك السعداني تلقى الخبر الصادم اثناء توجه لحضور حفل جينيفر لبيز في الساحل الشمالي حيث يتواجد هناك لقضاء عطلته الصيفية وغادر الحفل عائدا الى مصر على الفور واصيب بانهيار تام فور التأكد من الخبر وظل يبكي بعد القاء النظر الاخيرة على طليقته وام الطفلين واعلن انه لن يفارج جسمانها وسيظل بجوارها داخل المستشفى لحين انتهاء مراسم الصلاة عليها يذكر ان احمد السعداني رفض التعليق سابقا على انباء انفصاله عن زوجته وهم تفلاه للمرة السالسة مؤكدا انه تعلم انه والده الفنان القدير صلاح السعداني ضرورة صون حياته الخاصة وابعادها عن الاعلام بخاصة انه لديه اطفالا علما بان احمد السعداني طلق زوجته مرة واحدة وتدخل والده وقتها لاصلاح الامور من اجل طفلاهم الوحيد ساعتها عبدالله وعادت المياه الى مجرية وانجب الطفل الثاني ياسين وتردد ان الطلاق السالس تم سرا ولكنه حسم الخبر واعلن الطلاق رسميا خلال استضافتي مع الاعلامية انجي علي في برنامج المزاعة على راديو اف ام انا مع انجي علي وهو بيعلن خبر انفصاله عن زوجته لزوجته المهندسة عمل سليمان دي سورة تانية ليا اشتركوا في القناة